اليهود قوم بهد يعلمون الحق من كتبهم ثم ينكروه وكان المعاندون من أهل الكتاب يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لم يقصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الكتاب ولكنه الكبر الذنب الذي أخرج إبليس من الجنة ولا يقبل الحق ولا يقبل عليه إلا من تجرد من هواه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه وكان حبر من أحبار اليهود ومن تخلى عن الحق المبين كحيي بن أخطب فضل وضل الكثير من عوام اليهود والقبلة من الدين ومن لم يتبع القبلة لم يتبع الدين وتخلى عن الرسول الكريم وحنلاقي أهل الكتاب في القرآن الكريم ذكروا بثلاث صيغ مختلفة الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين آتيناهم الكتاب حنلاقي أول صيغتين اللي هم الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب صيغة مبني المجهول وتفيد الذم غالبا عندنا مثلا في سورة البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وكمان عندنا في الآية الكريمة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك والنحية الأخرى نجد الذين آتيناهم الكتاب هي صيغة مبني للمعلوم هو الله عز وجل وهي صيغة مدح وثناء لأن الخير دائما يأتي من عند الله عندنا مثلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وعندنا كمان والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك لاحظ معي دقة التعبير القرآني ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك ما تبعوا قبلتك في زمن الماضي وقد يتبعوها في الحاضر والمستقبل بإسلام بعضهم على المسلم أن يأخذ بالأسباب في دعوة أهل الكتاب ولكن الهدى من عند الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى فاطمئن واطمئنوا أيها المسلمون لماذا جاءت قبلتهم مفردة ولم تأتي مثناء قبلتيهم ونحن نعلم أن قبلة اليهود غير قبلة نصارى وذلك لأن الحق واحد أما الباطل فمهما تعدد وتنوع فهو باطل فنحن مثل القديبين للقطار لا نلتقي أبدا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين وما بعضهم بتابع قبلة بعض وكيف يتفق اليهود والنصارى على قبلة واحدة وهناك اختلاف بين في العقيدة أي واحد مطلع للتاريخ يعلم ما بين اليهود والنصارى من عداوة وشجار وخلاف ولا يأتلفون أبدا إلا عند مواجهة الإسلام ولن تستطيع أبدا أن تجمع بين إرضاء اليهود والنصارى فإما أن ترضي اليهود وإما أن ترضي النصارى أي إنسان يقدم هوى النفس على العلم فقد تشبه باليهود وهو من الظالمين ولما تركت الأمة الإسلامية العلم والحق والهدى واتبعت الهوى ضلت وضعفت وضمحلت ومن تنازل عن الحق إرضاء لأهواء الباطل خسر كل شيء ولا شك أن كل علم وله شرف لصاحبه ولكن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلوم الشرعية من القرآن والسنة جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة